السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طالبات وطالبات الصف الرابع تشكيل معادن نظام خمس سنوات النهاردة ان شاء الله هناخد معدات مادة المعدات ومادة المعدات النهاردة هندرس فيها مخراطة الجمع ومخراطة الجمع الالي تعتبر من المعدات المهمة داخل التخصص حيث انها تستخدم في عمليات تشكيل الاجسام المعدنية المجوفة والاجسام المعدنية المجوفة بتتم بطريقتين طريقة الجمع اليدوي وطريقة الجمع الالي الجمع اليدوي كان بيتم على القرمة واخدناها في حلقة قبل كده وبعد كده بنقودها على السندال اما النهاردة هنقودها على المخراطة يبقى النهاردة هندرس مخراطة الجمع الالي ومخراطة الجمع الالي بتتكون من عدة عناصر لازم ااكد على العناصر دي عشان ابدأ بعارف كل جزء بالتفصيل واستخدامه ايه وايه العملية ازاي بتتم عليها تمام النهاردة يبقى النهاردة واحد معدات الجمع الالي ونشوف النهاردة المخرطة هنلاقي اني هنا في الصورة اللي موجودة عندي جنب العنوان دي الراجل هنا بيقوم بعمليات تشكيل الجسم المجوف مركب الجسم المجوف على المخرطة وبيبدأ انه هو يضغط على الجسم من الداخل حتى الحواف بتاعتي والمخرطة بتدور بسرعة معينة بيبدأ يشكل جزء المجموع بتاعي بعد كده نشوف شكل المخرطة هي ما بتفرقش كتير عن مخرطة الخراط اللي هي المخرطة الميكانيكية الفرش اللي موجود عندي هوت والغراب المتحرك بيركب على الفرش والركيز والغراب السابت اللي هو بيبقى فيه الظرف ادي الادوات اللي بستخدمها على الركيز بتاعي المسقلة بيبدأ يضغط على الجزء المجموع بتاعي وبيتشكل عندي بكل سهولة طبعا دي بتفرق عن عملية الجمع اليدوي لان الجمع اليدوي بستخدم فيها المهارة اليدوية اما الجمع الالي بستخدم فيها الادوات وبستخدم فيها المخرطة فبتبدأ تزبط لي الشكل بتاعي بالشكل مزبوط وبيبقى افضل وسهولة ويسر يبقى بتعمل على زيادة الانتاج الكمي بتوفر في الوقت والجهد بتعمل لي توفير في المادة او المصاريف بتاعت النسرية بحيثوا ان انا ما بستهلكش وقت كبير فبحتاج عمالة اكتر هنا الشكل بتاعي بيطلع بشكل مزبوط اكتر وبيديني عدد الانتاج الكمي بيكون كبير معايا تمام يبقى من فوايد المخرطة ان هي بتعمل لي انتاج كمي زي ما احنا عارفين طبعا غير الانتاج اليدوي هنلرس النهاردة الاجزاء الرئيسية للمخرطة طريقة التشغيل والسيانة يبقى هنركز على الاجزاء الرئيسية للمخرطة وطريقة التشغيل والسيانة طبعا النهاردة بنشرح مادة المعدات فالمعدات لازم اعرف اجزاء المخرطة بالتفصيل واعرف طريقة التشغيل بتاعتها واعرف كيفية الصيانة لان كل معدة موجودة عندي داخل التخصص لها صيانة معينة ادي بيعدي برضو الشكل المخرطة بشكل تاني وهنشوف هنا هنلاقي التفاصيل وندرس كل التفاصيل دي بالتفصيل ولازم نعرف كل جزء بيستخدم في ايه بالزبط يطلق على الجمع الجمع على المخرطة الدوران السريع الدوران السريع وكذلك التدويم وعملية وهي عملية تستخدم الضغط على قالب التشكيل يبقى هو بيطلق عليها ايه التشكيل بالدوران السريع او عملية التدويم عن طريق عملية الضغط على قالب معين هنا الراجل هو بيبدأ يضغط على المعدن والقالب موجود بالداخل طبعا بياخد القالب دوة شكل المنتج من الداخل يبقى هو عن طريق الدوران بيبدأ يشكله عن طريق الضغط على المعدن او قطعة المشغولة اللي انا عايز اعمل عليها عملية الجمع الايه الالي تمام والجمع المخرطة قصرا على الاجسام المستديرة يبقى هنا نعرف حاجة مهمة اوي ان عملية الجمع هي بتستخدم فيها الاجسام المستديرة يبقى باستخدم فيها الاجسام المستديرة لو احنا شفنا عملية الجمع بتتم ازاي اول حاجة بحصل على الارس المعدني اللي هو عبارة عن جزء من دائرة او دائرة معينة بالقطر المناسب وببدأ احسب الحسابات بتاعتي وببدأ اركب الارس المعدني او القطعة المعدنية اللي هي عبارة عن دائرة وببدأ ان انا بعمل عليها عملية الجمع على المخرطة يبقى هي بتستخدم في عملية الايه الاجسام المستديرة تمام يبقى ادي الجسم المستدير بتاعي بشوف ادي المعدن بتاعي وادي القالب ادي الصورة بتوضح عندي القالب هوت ودي الجزء المستدير يبقى هو بيركبه هنا هوت وبيبدأ يضغط عليه بيشكله بواسطة اقلام معينة او المساقل معينة بيبدأ المعدن بياخد شكل القالب من الخارج يبقى القالب بيبقى موجود في داخل المشغولة يبقى هو قاصرا على الاجسام ايه المستديرة وادي المقطع بتاع ايه الجسم المستدير بتاعي وادي القالب وهنا بيتركب على المخرطة وتبدأ الزوم بتضغط على المعدن بتاعي عشان اقوم بعملية التشكيل هنا هو بيوررين المراحل بتاعت الضغط هنا اول مرحلة وبعد كده بيبدأ يضغط لحد ما بيوصل لنهاية التشكيل بتاعي الى الاخر الى النهاية تمام وصف المكينة وصف المكينة بقى هنا هيبدأ يوصف للمخرطة بالزبط بيقول لي وتشبه مخرطة الخارط خارط المعادن خارط المعادن اللي هي المخرطة الميكانيكية ولكن فيه فرق ما بينها وما بين حاجة مهمة اوي ان المخرطة الميكانيكية بيبقى موجود عندي عربة والعربة دي بيبدأ اركب عليها اقلام الخراطة واقلام الخراطة دي بتبقى حدة اما عندي في مخرطة الجمع بيبقى عندي حاجة اسمها ركيز برتكز عليها اثناء عملية الجمع ومستخدما عندي اقلام الجمع المختلفة في منها اشكال كتير بيبدأ اضغط على المعدن عشان اعمل عملية التشكيل يبقى هي هي نفس الوصف الفرش موجود والاغراب المتحرك والظرف بتاعي لكن في النص موجود عندي عربة هنا موجود ركيز يبقى في مخرطة الجمع بيبقى موجود عندي ركيز بستند عليه اثناء عملية التشكيل بتاعتي ده الفرق ما بينهم وبيقول لي يجب ان تكون مسبتة باحكام بالارض بقى ليه ايه المخرطة زد نفسها لازم اسبتها بارضية الوارشة عشان يبقى تمنع اي اهتزاز موجود اثناء عملية التشكيل لان المخرطة بتدور بسرعة جديدة جدا فبتعمل اهتزاز اثناء العمل الاهتزاز دوت مش محبوب او مش محبب ليه لان الاهتزاز دوت ممكن يعرضني لمشكلة ويعرض المكينة لمشكلة فلازم اسبت المكينة كويس جدا في الارض بواسطة جويتات مصامير مصامير كبيرة ببدأ اسبتها في الارضية بعد ما باعمل صبة معينة من الاسمنت ببدأ اربط فيها ايه المصامير بتاعت الايه المخرطة عشان تبنع اي اهتزاز موجود عندي يبقى اهم نقطة عندي ان هي بتثبت في الارضية لان انا عندي عيدة صغيرة ممكن تكون على التازجة لان المخرطة حجم كبير بيثبت على ارضية الورشة يبقى هنا لازم اسبتها باحكام لمنع عملية الاهتزاز اثناء الدوران او اثناء عملية التشكيل يبقى بعد كده بيقول لي يجب ان تكون عملية التثبيت مناسبة في قوة حركتها وافضل هما وافضلها ما يدور بالقهرباء خلي بالنا ان في مخارط ما بتدورش بالقهرباء تمام يبقى هنا لازم اسبت المخرطة كويس جدا لان بص هنا بيقول لي يا تراوح السرعة بتاعتها من 800 الى 1200 دورة في الدقيقة متخيلين السرعة دي كبيرة قد ايه يبقى انا ببدأ ان انا لازم اسبت المخرطة او المكينة في ارضية الورشة كويس جدا وهنا ببدأ اشغل المخرطة حسب السرعة المناسبة لسمك المعدن لان كل معدن ليه سمكه معين ببدأ اشغل حسب السمك المناسب او سرعة تكون مناسبة للسمك بتاعي يبقى هنا لازم امنع اي اهتزاز اثناء عملية التشكيل بالدوران على المخرطة يبقى حسب سمك المناسب وكلما كان المعدن سميكا يبقى هنا كل السرعة لما بيكون المعدن سميك بزود السرعة بتاعتي لان فيه عندي مفتاح سرعات بدأ اتحكم فيه ايه في السرعة بتاعتي يبقى ايزا الاجزاء الرئيسية للمخرطة احنا قلنا هندرس الاجزاء الرئيسية للمخرطة لان احنا بنتكلم زي ما قلت في مادة المعدات تمام ادي شكل المخرطة بتاعتي وهنا اول حاجة بيقول لي الفرش الفرش ده بقى اللي هو المندضة بتاعت المخرطة بيتحرك عليه كل الاجزاء بتاعت المخرطة بتاعتي بتلاقي الغراب المتحرك بيتحرك على المخرطة على الفرش هنا وممكن اثبته في اي مكان حسب ايه المسافة اللي انا محتاجة وحسب الشغل بتاعي يبقى الفرش اللي هو الجزء اللي هو بيتحرك عليه الايه الاجزاء بتاعت المخرطة بتاعته هنا الوصف بتاعه بيقول لي هو الجزء الرئيسي اللي اتبنى عليه المخرطة مزود بممرات على شكل حرف V يبقى هو الجزء اللي هو بيبنى عليه اجزاء المخرطة كلها بلاقي هنا بحرك الغراب المتحرك بتاعي اللي هو فيه الزنبة بحرك الركيز حسب المساحة اللي انا عايزة يبقى هنا لازم الفرش بتاعي يكون ممهد ان انا اسبت عليه الاجزاء دي كويس جدا ولازم تسبت باحكام لان برضو لو انا ما ثبتش الاجزاء دي باحكام اسناء العمل هتعرضني لمشكلة وممكن اتعور او ابوز المشغولة بتاعتي يبقى هنا الفرش بتاع المخرطة عامل زي المنضادة بتاعتي كده تمام فيها ميجر معينة على شكل حرف V بيبدأ يتحرك عليها الاجزاء بتاعة المخرطة كلها ويشترط فيه المتانة يبقى يشترط فيه ايه المتانة لانها هيشي كل الاجزاء كلها تمام مش اغل سطحه بدقة عالية حيث تعمل ممرات كدليل دليل يعني هي بيتحرك فيها ما بيخرجش عن الاطار اللي هو موجود فيه لتحريك الغراب المتحرك ايه والعربة يبقى هو كدليل بيتحرك عليه كل الاجزاء بتاعتي يبقى الفرش هو موجود عشان يحكم للحركة بتاعة الغراب المتحرك بتاعي والركيز او العربة اللي موجودة في المخرطة يبقى هنا بعد كده ناخد المحرك المحرك من ضمن الاجزاء المهمة برضو والكل مكينة بيتصل بيها محرك له قدرة معينة المحرك ده اللي هو المسؤول عن تحويل الطاقة القهربية الى طاقة حركية مسؤول عن تحويل الطاقة القهربية الى طاقة حركية وهو متصل بالطيار القهرابي وهنا بيقول لي خلي بالك ان هو متغير السرعات يبقى المحرك هو مسؤول عن تحويل الطاقة القهربية الى طاقة حركية هنا ايظهر لي حاجة تانية الغراب السابت ده اللي بيبقى على شمالي في المخرطة ده اللي يبقى موجود في الظرف بتاعي ومجموعة من اللقم ولازم ده برضو ااخده بالتفصيل وابقى عارف كل حاجة من مكوناته هو عبارة عن رأس المخرطة رأس المخرطة السابتة خلي بالنا من حاجة مهمة هو ثابت اه بس بيدور في مركز معين يعني بيلف تمام ليه انا سميته ثابت لانه هو موجود في مكانه ولكن في حركة حركة دوران بخلاف الغراب المتحرك الغراب المتحرك ممكن احركه واثبته على الفرش في اي مكان يبقى هو ثابت لانه هو موجود في مكانه ما ينفعش يتحرك اثناء الدوران هو بيلف في مكانه بيبقى متصل بعمود ادارة معين والعمود ده متصل بمجموعة التارات اللي موجودة عندي اللي هي متصلة بالمطور يبقى هنا المطور بيشتغل بيدور لي مجموعة من التارات او التروس بتحرك لي عمود الادارة فعمود الادارة بيبدأ يحرك معايا الغراب السابت بيلف عن طريق عملية الدوران في مركزه تمام يبقى هنا هو عبارة عن رأس المخرطة السابت ويركب به عمود الدوران يبقى بيتكون من ايه من عمود الدوران دي اهم نقطة الرئيسي الذي ينتهي بظرف المخرطة يبقى هنا الغراب السابت بينتهي بايه بظرف المخرطة تمام اه دي الشكل بتاعي المسقط بتاعه هنا دي الظرف بتاعي وهنا في مجموعة من اللقم هي اللي هي تمسك realised المشهولة بتاعتي او القلب بتاعي ده الشكل المسقط بتاعه تمام يبقى اذا الذي به سلاس لقم احنا شفنا فيه مجموعة من ايه من اللقم تلاتة عددها تلاتة ليربط القالب بالظرف يبقى بيربط القالب بتاعي القالب بتاعي اللي هو اللي انا هشكل عليه بواسطة مفتاح الفك يبقى بيتكون من ايه الغراب السابت بيتكون من الظرف والظرف مجموعة بيتكون من مجموعة من اللقم عددها تلاتة اللقم دي بتتفتح وتتقفل عن طريق مفتاح الظرف مفتاح فتح وغلق اللقم بتاعتي يبقى الغراب السابت بيتكون من ايه تاني الظرف والظرف ده متصل بمجموعة من اللقم اللقم دي اللي هي هتمسك القالب بتاعي تمام وبعد كده الغراب السابت ده متصل بعمود الادارة بتاعي يبقى هنا لازم اعرف الاجزاء بتاعته لان ممكن تكون دي موضع سؤال يقول لي مثلا ايه من الاجزاء المكونة للمخرطة الظرف او الغراب السابت مما يتكون واحد الظرف والظرف يتكون من مجموعة من اللقم اللي هي تمسك المسؤولة عن عملية الحكام او مسك القالب التشكيل ويتم فتح وغلق اللقم دي عن طريق مفتاح الظرف بتاعي وهذا الغراب السابت او الغراب السابت بيكون متصل بعمود الادارة وعمود الادارة بيكون متصل بمجموعة من الطرات والتروس بتاعتي اللي هي تنقل الحركة من مطور التشغيل بتاعي يبقى هنا بواسطة مفتاح الربط ويجتمل كذلك على صندوق التغذية القهربية يبقى هنا اتصل بصندوق التغذية القهربية عن طريق ايه عن طريق عمود الادارة تمام هنا لتغيير السرعات حسب حاجة العمل طبعا هنا عندي مجموعة من الطرات بتغير لي السرع زي ما انا عايز يبقى هنا بابدأ ان انا اتحكم في السرع عن طريق الطرات او التروس اللي موجودة عندي في حاجة تانية بعد كده من ضمن الاجزاء جاتني اللي هي الغراب المتحرك الغراب المتحرك ده بقى ده من ضمن الاجزاء المهمة للمخرطة ليه بقى لان انا الغراب المتحرك ده لو ما ثبتهش كويس وهو اللي هيمسك على المشغولة بتاعتي اثناء عملية الدوران ممكن يحصل تطاير للمشغولة المشغولة تطير مني فلازم يكون فيه ادوات تتكون في الغراب المتحرك دوت تقدر تسبته بيها على المخرطة كويس وتديني امان كمان الغراب المتحرك خلي بدنا من حاجة مهمة يمكن تحريكه على الفرش وتثبيته في اي موضع يبقى انا ممكن احركه على الفرش الفرش بتاع المخرطة تمام ويمكن تثبيته في اي مكان في اي موضع عن طريق مصمار ربط يبقى انا بسبته عن طريق مصمار ربط تمام يعلوه القاتي يعلوه الغراب المتحرك دوت الزنبة اللي هي مسؤولة عن الضغط على المشغولة ويد امان ويد فتح وغلق الزنبة يبقى بيتكون من ايه بيتكون من الزنبة تمام ويد امان ويد فتح وغلق الزنبة بتاعتي يبقى هنا ده شكل الغراب بتاعي برضو المسقط تاني هنلاقي هنا فيه الطارة اللي هي مسؤولة عن فتح وغلق الزنبة بتاعتي ودي يد الامان ودي المصمار اللي انا ممكن عن طريقه اسبت الغراب في اي مكان على الفرش شايفين الفرش عامل ازاي تمام بيتحرك الغراب المتحرك عليه وممكن اسبته في اي مكان على فرش المخرط ده بقى الزنبة دي هي المسؤولة عن الضغط على المشغولة بتاعتي اثناء عملية الدور تمسكها لي تمسك لي المشغولة بتاعتي تضغط عليها بس خلي بالنا هنا السن بتاع حاد فخلي بالك اثناء العمل اثناء عملية الجمع ممكن الزنبة دي تختارك المعدن وهنعرف بالتفصيل بعد كده بنعمل ايه بالزبط يبقى هنا ده الغراب المتحرك وهو الجزء المتحرك طوليا على ممرات الفرش يبقى انا ممكن احركه على ممرات ايه الفرش وهو عبارة عن عمود مقلوز ينتهي وينزلق على مجاير الانزلاق يبقى هو ممكن يتحرك على الفرش بتاعي وسبته في اي مكان هقول تاني هقول تاني يبقى الغراب المتحرك يمكن تثبيته او تحريكه على الفرش في اي مكان بيتحرك او دي اقرب من الفك السابت او ابعد شوية حسب المشغولة والقالب بتاعي وهنا لو انا شغال بالقالب صغير هقرب ايه الزنبة بتاعتي او الغراب المتحرك طب لو قالب كبير هتطر ابعد شوية يبقى انا محتاجة احركه شمال ويمين بثبته بواسطة مصمار تمام الغراب المتحرك دوت يعلوه الزنبة موجود الزنبة فوق في الاعلى تمام والزنبة دي المسؤولة عن الضغط على المعدد وكمان فيه عند يد امان عشان اسبت الزنبة كويس جدا وفيه يد وفتح وغلق الزنبة بتاعتي تمام يبقى ايزا يمكن احركه على الفرش ويمكن تثبيته على البعد المناسب للشغل يبقى حسب الطول بتاعي المطلوب بيتم التثبيت الغراب المتحرك على الفرش واسطة عجل التحريك للامام والخلف وذلك لضبط قطعة المعدن قبل ايه التشكيل يبقى قبل التشكيل بزبط المقاسات بتاعتي عشان ابدأ ان انا اعمل ايه اعمل التثبيت اه هنا دي صورة بيبينلي الشكل الداخلي للايه للغراب المتحرك شايفين هنا اول ما بحرك اليد بتاعت الفتح وغلق الزنبة بيبدأ هنا فيه سن الووز داخلي عمود مقلوز يضغط على الزنبة بتاعتي اول ما يضغط على الزنبة بتاعتي تتقدم الى الامام عايز ارجع الزنبة بتاعتي اقوم لافف الاطارة بتاعت اليد الى ايه حركة عكسية يبدأ يرجع تاني تمام وفيه يدي فوق هنا لعملية التثبيت والاحكام للزنبة عشان الزنبة ما تفتحش اثناء ايه الشغل بتاعي وهنشوف شكل اليد اثناء عملية التثبيت او سن الارووز او العمود المقلوز بتاعي بيبدأ يضغط للامام على الزنبة يبقى هنا الزنبة دي موجودة هنا في الامام المقدمة واليد اللي وردية اللي في الخلفية هي المسؤولة عن فتح وغلق الزنبة عن طريق ايه العمود المقلوز اللي موجود قدامي ده وهنا اليد الامان دي بتحكم عدم الحركة بتبدأ ان هي ما تتحركش شايفيني هنا المجرب بتاع الفرش عامل على شكل حرفي فيه هوت وهو بيتحرك في مجر معينة على الفرش بتاعتي يبقى انا ممكن اثبته في اي موضع وابدأ ان انا افتح الزنبة وقفلها حسب الحاجة بتاعتي تمام هنا دي اليد الامان هنا بيوريني في الصورة دي ازاي بتحكم على العمود المقلوز بتاعي وبتقفل عليها عشان ما تفتحش اثناء عملية التشكيل يبقى انا وانا شغال ممكن الاقي لو انا ما ثبتش الزنبة بتاعتي كويس الاقي ان الزنبة تفتحت وانا شغال يوم المشغولة طايرة مني يبقى لا انا اليد الامان اللي موجودة قدامي في الصورة دي بتعمل ايه بتخلي ان الزنبة اثناء عملية التشكيل ما تتحركش بين مكانها بتبقى ثبتة في مكانها ما حصلش عملية ان هي اثناء العمل ان هي تفتح من ايه من الغراب المتحرج بتاعي ادي الزنبة بتاعتي الزنبة بقى بلاقي ان هنا السطح الخارجي بتاعها حاد خلي بالنا ليه شغله معين في التشكيل بالخراطة اما عملية الجمع الالي مش محبة بالسن الحاد دوت فهنعرف هنعمل فيها ايه هنا الزنبة مجموعة من القلاوز جوا عامل زي حاجة اسمها الرومان البلي اه ده بيبدأ اه اثناء العمل تتحرك وتحصل عملية الدوران للايه للفك اللي موجود قدامي ايه دي الشكل بتاعي هنا اه اه سبت ادي عمود الدوران بتاعي وثبت على الظرف القالب وهدي المعدن المعدن التده يضغط عليه ودي اه الزنبة بتاعتي ضغطة على الايه المعدن فاسناء العمل لو الزنبة دي مش محكمة او مقفولة كويس هيحصل عملية التطاير كل ده خلي بالنا هنا لازم يحصل حاجة معينة لازم اعرفها ان كله يبقى على زاوية مستقيمة يبقى هنا مفيش اي انحراف لان اي انحراف موجود عندي يا ام لو في القالب او في المشغولة او في عمود الدوران مش مزبوطين مع بعض هيحصل اني هيتبقى فيها بيسموها رفة هيحصل تطاير للمشغولة بتاعتي وتبدأ تعرضني للخطر اثناء العمل يبقى لازم اعمل عملية ايه تثبيت كويس الجزء اللي بعد كده الركيز او الرسمة الركيز او الرسمة ده اللي هو شايفينه عندي في الصورة هنا اهو ده بيبقى برضو موجود على الفرش موجود على الفرش بتاعي يبقى عندي الركيز هو يمكن برضو تحريكه على الفرش وتثبيته في اي موضع زي الغراب المتحرك انا حرقت الغراب المتحرك وثبته في مكان المناسب بتاعي برضو الركيز اللي انا هرتكز عليه عشان اقوم بعملية الضغط ممكن ان انا احرقه في اي مكان على الفرش بتاعي وابدأ اثبته برضو بواسط مصمار قلوز في اي مكان على الفرش بتاعي خلي بالنا الركيز دوت هو عبارة عن رأس عامل زي حرف تي على شكل حرف تي بيتكون من بنز او صاق معدنية صغيرة كده موجود فيه عندي مجموعة من الفتحات ابدأ اقرب وبعد حسب الايه المشغولة بتاعتي بستخدم عليها ايه بقى الرسمة ديت بستخدم او الركيز دوت بستخدم عليه اقلام الجمع المختلفة يبقى انا بسند عليه دراعي اثناء العمل وببدأ اضغط على البنز عشان اضغط على المعدن ويتم عملية التشكيل يبقى هنا زي ما احنا شايفين في الصورة يبقى هنا ده هنا ده اللي موجود عندي الرسمة بتاعتي او الركيز وادي البنز بتاعها ها هنا ممكن اشيل البنز ده وحطه في مجموعة الفتحات اللي موجودة عندي هنا لو انا عايز اقرب هنقل له قدام طب لو انا عايز ابعد هنقل له ورا طب لو انا عايز احرك الركيز ذات نفسه لورا او اللي قدام بيتحرك معايا وببدأ ان انا سبته هنا هو القلم الجمع هو ضغط على الركيز وبيبدأ يضغط على المعدن قدام عشان يعمل لي عملية التشكيل المختلفة بتاعتي وادي الزومبا فوقه هو ضغط على المعدن بس خلي بالن هنا حاطط حاجة مهمة قوي انا قلت ان الزومبا بتاعتي بتبقى حدا ممكن تختارك المعدن بيجيب حاجة اسمها وردة او زر الزنك بتاعي تمام وبيبدأ ان الزومبا بتاعتي تضغط عليه عشان ما تختاركش الزومبا المعدن بتاعي يبقى الركيز وظيفته ايه ان انا بسند عليه الاقلام الجمع اثناء عملية التشكيل اثناء عملية التشكيل بابدأ انقل البنز بتاعي دوت في اي موضع على ركيز يبدأ يعمل عملية الضغط على الايه المشغولة وهو عبارة عن ركيز على شكل حرف تي يبقى شكل حرف ايه تي ويصنع من الصلب وبقى سقوب توضع بقى اصابع من الصلب لسند اقلام الضغط يبقى هو على شكل حرف تي يصنع من الصلب بقى مجموعة من السقوب ماشي السقوب ديت عشان استخدمها في سند القلم بتاعي اثناء عملية التشكيل بالجمع وتثبت الرسمة على قاعدة مربوطة مربوطة فين في فرش المخرط بواسطة مصامير قلووز وذلك لتحركها حسب العمل يبقى بتثبت بايه بواسطة مصامير قلووز عشان ابدأ احركها على العمل حسب احركها اثناء العمل حسب الاحتياج او حسب المسافة اللي انا عايز اثبت يبقى هنا ده اسمه الركيز زر الزنك وانا اتكلمت عليه من شوية اللي هو الوردة اللي انا هستخدمها قدام هنا في الصورة ايه عشان الزنبا ما تحصلش عملية اختراق ده القالب اهو بيصنع من الخشب تمام وهنا نتكلم عنه بالتفصيل هنا متثبت هو تعالى الغراب السابت واد الغراب المتحرك اللي هو فيه الزنبا الذي يعاليه الزنبا واد المعدن الوردة او الزر الزنك دوت مهمة جدا لان الزنبا بتبقى بزحات جدا ممكن تختارك المعدن تخرمه يعني فهنا تعمل عملية صغب للمعدن تبوضل المشغولة فبستخدم كتعة من الخشب او وردة معينة تمام قد احطها ما بين الزنبا وما بين المعدن بتاعي يبقى ما بين الزنبا وما بين المعدن عشان الزنبا بتاعت سن الزنبا ما يحصلش عملية اختراق للايه للمعدن ودي مهمة قوي لان هي كمان بتزود لعملية احكام المشغولة بتمسك للمشغولة اكتر لان تخيل ان انا ماسك بسن الزنبا كده برضو ما فيش احكام للمشغولة اثناء عملية الدورات لا ده الوردة او زر الزنك ده بيمسك وبيديني مساحة اكبر يمسك على المشغولة وعلى المعدن اثناء عملية التشكيل يبقى زر الزنك ده من الحاجات المهمة قوي اللي لازم اخلي بالي منها ان انا منساش وهي عبارة عن قطعة من الخشب او الالمونيوم يبقى انا ممكن اصنعها من الخشب او اصنعها من الالمونيوم هي وظيفتها تستعمل لسند الكرس المعدني يبقى هي تستخدم لسند الكرس المعدني بين القالب والزنبا اثناء الجمع على المخرطة يبقى هي بتوجد بين الزنبا وبين الكرس المعدني التاعي بتستخدم لسند الكرس المعدني اثناء عملية التشكيل ويستحصل مراعاة اختيار الزر المناسب لقعدة التمرين اه الحتة دي مهمة قوي خلي بالنا من حاجة في جزء مجموعة القعدة بتاعته تبقى الصغيرة يبقى ما جيبش انا زر الزنك بتاعي كبير لانه هو لازم يكون مناسب اثناء عملية التشكيل للقعدة لا يكون كبير ولا يكون صغير قوي عشان يمنع عملية الاهتزازات التي تضر بالعمل او الاهتزازات التي يضر بالعمل يبقى خلي بالنا مسئولية زر الزنك ان هو بيمنع الاهتزاز بعد كده القالب القالب هنا هو خلي بالنا شايفين الصورة دي هو اللي بيبقى المعدن بيتشكل عليه يعني القالب هنا هو المعدن بيتشكل عليه يبقى خلي بالنا من حاجة مهمة قوي ان القالب بيصنع من مادة يقيمة من الخشب يقيمة من الالمونيوم يقيمة من الصلب خشب بس مش اي خشب ده لازم يصنع من خشب مندمج الزرات تمام هلاقي ان القالب بياخد نفس ابعاد ومواصفات المنتج من الداخل لازم ياخد شكل للمنتج من الداخل لان المعدن بيحصل له عملية تجميع عليه هلاقي ان القالب لازم يتحمل الضغط اثناء عملية التشكيل لازم يتحمل الضغط اثناء عملية التشكيل هلاقي ان القالب برضو حاجات مهمة ان هو لازم راعي فيه سمك المعدن يكون اقل من سمك المعدن يعني اقل من الشكل المطلوب بمقدار سمك المعدن يعني ماجيش انا عايز المعدن بكتر خمسة سنتي اقوم عامل القالب بكتر خمسة سنتي لأ ده انا شوف المعدن سمكه اقدي ايه وابدأ اقلل عن سمك المعدن بشوية لان بعد كده لما اجي اعمل عملية الجام يديني القطر المناسب اللي انا عايزه يبقى القالب بياخد شكل المنتج من الداخل بيصنع من الخشب بيصنع من الالمونيوم بيصنع من الصلب لو الانتاج الكمي بتاعي بسيط بصنعه من الخشب لو انتاج الكمي بتاعي متوسط يعني الانتاج الكمي متوسط بيصنعه من الالمونيوم لو الانتاج الكمي بتاعي كبير بصنعه من الصلب ليه ان الخشب اسناء عملية الضغط بعد فترة بيحصل له هو ذات نفسه القالب انضغاط بيتغير في الشكل فالانتاج الكمي بسيط بصنعه من الخشب طب لو الانتاج الكمي المتوسط بصنعه من الالمونيوم أما ازيد من كده باستخدم له القالب الصلب بتاعي اه دي شكل القالب زي ما شوفنا وادي هنا ركب عليه المعدن ومتسبت على المخرطة جايب لي الصورة من المسقط هنا الجليب بتاعه اهو وابدأ هنا يحصل عملية الضغط على المعدن هنا بيعمل لي عملية التشكيل وهو عبارة عن شكل مصنوع من الخشب او الالمونيوم او الصلب يبقى القالب بيصنع من ايه خشب الالمونيوم صلب حسب نوع الانتاج يعني الانتاج بتاعي اعرف الانتاج بتاعي يقدي ايه وابدأ ان انا اشوف انا هستخدم انه خامة مجيش انا هعمل الانتاج كم كبير وقوم عامله من الخشب طبعا بعد فترة من الشغل هيحصل فيه تغيير في ايه في شكل ايه القالب بتاعي وبهيه السوق بمقالوز ليركب على خابور المخرطة اللي هو ايه هيتسبت في الغراب السابت بتاعي اللي هو السوق بتاعتي وابدأ اربط الايه القالب بتاعي في قلب الايه المخرطة بتاعتي بعد كده اقلام الضغط اللي هي اقلام الجمع اقلام الضغط او اقلام الجمع بتاعتي اللي هي هستخدمها على المخرطة تمام وليها اشكال كتير قوي بص هنا جايب لي صورة لاقلام الضغط في منها خلي بالنا حاد هناخدها بالتفصيل طبعا وفيه طبعا غير حاد الحاد ده باستخدمه في عمليات القطع المختلفة على المخرطة طلع حوالي اربعين سنتي فاكسر يبقى الاقلام بتاعتي طلع اربعين سنتي ممكن تكون زايدة بس ما تقلش عن كده تمام فاكسر حسب حاجة العمل مصنوعة من الخشب او الصلب لها وجه ناعم ومسكول ناعم ومسكول وركز على الحتة دي طبعا لان انا طالما هعمل عملية جمع لازم القلم بتاعي يكون غير حاد القلم الحاد ده باستخدمه في عمليات القطع تشتيب النهائي انما انا هعمل عملية جمع اي جزء موجود خربشة خدش على سطح القلم هتضغط على المعدن وتدين لي المعدن بشكل مش حلو يبقى لازم يكون خالي من السوك افوش سوك حده لازم يكون ناعم ومسكول عشان ابدأ ان انا اضغط على المعدن ما احصلش اي خربشة ليه دي الاقلام المختلفة بتاعتي ويلاحظ ان هو يكون خالي من الخدوش والسوك ويوجد ايضا منها الرشكتة اللي هي بتستخدم في عمليات القطع المختلفة ودي جاب لي شكل المخرطة بتاعتي وهي ادي الاجزاء ادي الغراب المتحرك ودي الغراب السابت او الظرف بتاعي اللي هو الفك السابت وهنا ادي القالب ودي المعدن ودي الفرش بتاعي وهنا ادي الركيز ده شكل نهائي للايه للمخرطة وهنا بيوريني بيضغط ازاي على المعدن ومتاجه من المركز حتى الحواف بتاعتي عشان تتم عملية التشكيل بتاعتي وهنا هو برضو ادي شكل القالب ودي الركيز طبعا ده كله وخناه بالتفصيل هنا ادي مجموعة الاقلام بتاعتي المختلفة ليها اشكال كتيرة زي ما انا قلت طريقة التشغيل بتاعتي هي ام حاجة لازم اجهز القالب ويكون القالب ده هو تجهيز جيد وقلنا انه هو وليكن يصنع من الخشم ويكون مقاس القالب اقل من الرسم بمقدار سمك المعدن المراد تشكيله ده اهم نقطة لازم ارعيها في القالب بتاعي ويربط ويربط بعد ضبط المركز بتاعه لازم ازبط المركز بتاعي ازاي ما قلت انه هو بيصنع زاوية مية وتمانين درجة خلي بالنا القالب دوت فيه منه نوعين قالب مركب وقالب بسيط القالب البسيط اللي انا ممكن اخرج المشغولة منه بسهولة اثناء عملية الايه التشكيل بيبقى القطر بتاعي كبير تمام قطر الفواها كبير اكبر قطر عند الفواها اما القالب المركب قطر الفواها اصغر من اكبر قطر يبقى اما يجي اخرج المشغولة بتاعتي ما بعرفش ان انا اخرجها فلازم يكون ظابط الايه الشغل بتاعي طبعا هنا برضو جاب لي الشكل دوت تاني اهوت ويبورين اني خلي بالك ان تكون الزاوية مستقيمة بتاعت التزبيد بتاعت القالب وبيقول لي يطلق المعدن بالزيت الزيت دوت بيعمل ايه عملية انزلاق للمسقلة يبقى لازم استخدم مادة تسهيل الانزلاق اللي هي الزيت عشان اثناء عملية الضغط على القالب بتاعي تمام اه يكون فيه عملية انزلاق وبيقول لي برضو راعي عملية التخمير دي حاجات مهمة لازم اعرفها يبقى باستخدم الزيت باعمل عملية التخمير عشان ما احصلش تشكك للمعدن عشان اديله الليونة والمرونة اللازمة لعملية التشكيل يبقى الزيت والتخمير لازم مهمة اوي طبعا بعد كده جاب لي المساكل بتاعتي تمام قولنا ان المساكل فيه اشكال كتير منها بتستخدم على المخرطة تمام وكل مسقلة لازم تكون بشكل معين عشان تسهل لعملية التشكيل اه اول حاجة اقلام الضغط ادي اشكال كتير منها في منها شكل عامل كده عشان يبدأ يجمع لي الجزء من الداخل وفيه جزء كروي زي كده وفيه اشكال كتير هنعرفها او مسقلة كروية اللي هي رأسات تشبه الكرة يبقى واحد مسقلة كروية رأسات تشبه الكرة مسقلة كروية خطافية اللي هي تشبه الخطاف لازم اعرف الحاجات دي بالتفصيل وتستعمل في الانحناءات يبقى كروية كروية خطافية تمام وتستعمل في ايه تشكيل الانحناءات تمام وبعد كده عندي مسقلة الضغط وهي تستخدم في معظم المشغولات وسطحها ملفوف يبقى النهاردة اتكلمنا عن مخرطة الجمع وعرفنا ان هي بتتكون من الفرش بيعلوه تلات حاجات الغراب المتحرك الغراب السابت الركيز الغراب المتحرك الغراب السابت الركيز وعرفنا ان الغراب المتحرك يمكن تثبيته على اي مكان بالفرش والغراب السابت هو بيدور حواليه نفسه ومثبت برضه على الفرش بتاعي ولكن متصل لا مش على الفرش في جسم المخرطة ومتصل بعمود الادارة بتاعتي وبيتكون من ايه بيتكون من الظرف مجموعة من اللقم ومفتاح الظرف اللي هو مسؤول عن فتح وغلق اللقم بتاعتي وعرفنا ان الركيز يمكن برضه تثبيته زي غراب المتحرك على الفرش في اي مكان وابدأ ان انا اسبته وبستند عليه بواسطة زر معين او اصباع اللي هو بستخدمه في عملية سند القلم بتاعي اثناء عملية التشكيل واخدنا برضه ان القوالب في منها قالب مركب وقالب بسيط القالب المركب اللي انا ممكن بعد الشغل ايجا اطلعه ما يطلعش معايا بسهولة لان القطر بتاع الفواهة بتاعه دايق فقطر الفواهة اصغر من اكبر قطر اما القالب البسيط هو قطر الفواهة عندي كبير فببدأ ان انا اخرجه بسهولة جدا ويصر تمام وعرفنا ان القالب ده بيصنع يا اما من الخشب يا اما من الالمونيوم يا اما من الصلب تمام والالمونيوم بيستخدم في الانتاج الكمي البسيط المتوسط اما الخشب في الانتاج الكمي البسيط الصلب بستخدمه في الانتاج الكمي الكبير وبس بغير الخامة دي حسب الشغل بتاعي عشان بيحصل تغيير في القالب بتاعي بعد كده عرفنا ان احنا استخدمنا مجموعة من اقلام الجمع المختلفة اللي هي اللي هي باستخدمها باشكال مختلفة على المخرطة عشان بتقوم بالضغط على الايه المعدن بتاعي وخلي بالنا من نقطة مهمة قوي لازم اركز عليها ان انا بستخدم الزيت لتسهيل انزلاق القلم على المعدن بتاعي لان لو انا ما استخدمتش مادة التسهيل هيحصل في ايه اثناء عملية الانزلاق بيبقى صعبة شوية وخلي بالنا برضو من نقطة مهمة ان اثناء عملية التشكيل ان المعدن بيحصل له عملية صلابة فالصلابة دي لازم استعمل لها عملية اسمها عملية التخمير وعملية التخمير دي ان انا بسخن المعدن لدرجة الاحمرار وببدأ ان انا بتركه يبرد ببضل فبيعمل ايه بايه ترتيب الجزيئات بتاعتي وبيدي له المرونة واللدون اللازمة لعملية التشكيل وبيمنع التشككات يبقى لازم اركز على الحاجات دي مهمة قوي وعرفنا برضو ان لازم يصنع الظرف مع الزومبا بتاعتي والقالب زاوية مستقيمة لان لو حصل فيها اي انحراف هيحصل تطاير للمشغولة وتعرضني لمشكلة لان لازم يكون في اول حاجة باختبر المخرطة بشغل السرعة بطيئة وبعد كده اشوف الشغل بتاعتي مظبوطة ولا لا بعد كده بشغل السرعة السريعة بتاعتي اللي هي اثناء عملية الجمع وبرضو خدنا في الحلقة النهاردة ان في حاجة مهمة اسمها الزر الزنق واللي هو دوت بستخدمه عشان الزومبا بتاعتي لا تختارك الايه المعدن بتاعي المخرطة من المعدات المهمة اللي انا بستخدمها في عملية التشكيل بالدوران او التشكيل بالجمع والجمع دوت هو عبارة عن الحصول على اجسام معدنية مجوفة عن طريق عملية الضغط اثناء عملية الدوران خلي بنا ان صيانة المخرطة لازم تكون لها مهندس مختص بيها انظف المشغول اثناء المخرطة بعد العمل بعد كده ابدأ ان انا لو في جزء مصاب اغيره اشحم اماكن التشهيم ازايد اماكن التزييد واعمل تغيير مشتغلش على المخرطة وهي فيها اي جزء مصاب لان ده ممكن يعرضني للخطر وازبط هدومي اثناء عملية الشغل لان البلطة بتاعي ممكن يبسك في الظرف المخرطة اثناء عملية التشغيل يعرضني للمشاكل كبيرة قوي يبقى اعمل عملية تنظيف للرايش لو فيه رايش موجود عندي واعمل عملية تزييد لاماكن التزييد وتشهيم لاماكن التشهيم بتاعتي واعمل سيانة بواسطة بواسطة مهندس مختص وابدأ بعد كده ان انا افصل الطيار القهرابي عن المخرطة بتاعتي عشان ما يحصلش اي قلق بعد كده او اي مشكلة اثناء ايه وانا مش متواجد بقى هنا المخرطة لازم اعمل لها سيانة هامة جدا بعد كده ام غطي المخرطة من الاتربة اعزكم بس اهم حاجة تركزوا على العناصر الاساسية والمكونات الاساسية للمخرطة عشان دي بعد كده هتبدأوا ان انتوا تكلموا عنها بالتفصيل تمام وسعيدنا بكم ولكن وقت الحلقة خلص والسلام عليكم